خلال ستة عشر عاماً تمددت الأذرع الإيرانية كما اشتهى نظام الحكم في طهران عبر تصدير ثورته لعدة بلدان فسيطر على أربع عواصم عربية ويطمح للخامسة فزاحم الأمريكيين وبدأ عنوان التخادم يتلاشى أمام صراع النفوذ المتقد إيران بره بره بغداد تفتح حره ثار العراقيون واللبنانيون بتظاهرات سلمية واضحة سببها الرئيس الفساد المستشري وترد الأوضاع أما المضمون فهو الخروج عن الهيمنة الإيرانية ودعم الأنظمة الفاسدة الموالية لطهران والتي أودت بالبلدين إلى آخر الركب بين الدول الموقف الأمريكي من ذلك كله كان مجرد تصريحات بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي الذي أكد أن تخبط موقف واشنطن أضاع فرصة ذهبية لنيل هذه الشعوب حريتها وفقاً للموقع موقع ميدل إست آي بدوره أكد أن الجميع بات متفقاً على أن التظاهرات في العراق هي انتفاضة شعبية ضد النفوذ الإيراني المفرط في البلاد فضلاً عن دوافع أخرى كثيرة من بينها الإحباط الذي أصابت جماهير من النخبة السياسية الفاسدة المتحكمة بثروات البلاد ولكن على ما يبدو فإن واشنطن ما زالت تغالط نفسها عمداً وتواصل دعمها للحكومات في بغداد رغم اتضاح الصورة بأن الهجوم على سفارة واشنطن في بغداد تم بعد أن غض المسؤولون الحكوميون في العراق الطرفة عن عناصر تلك الميليشيات على ذات الصعيد فإن الميليشيات الموالية لإيران بحسب التقرير كانت على ما يبدو راغبة بالاستفادة من اللحظة في ظل التواطئ الواضح من قبل القوات الحكومية التي أشرفت الولايات المتحدة على إنشائها ودعمها يختتم الموقع تقريره بتصريح عن مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن ما جرى كان أمراً من ترامب لقواته بالرد بالطريقة التي تفهمها إيران وهي القوة فكان القصف بالقصف لكن أن يقتل العراقيون بالعشرات يومياً وهم يتظاهرون بصدور عارية فهذا أمر تبدو إدارة ترامب عاجزة عن فهمه وإن فهمته فهي على الأرجح لن تعمل على إيقافها